اشتركوا في القناة واني ذاهب لميقات ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما تؤتون وما تذرون واستخلف أخيه هارون على بني إسرائيل وقال لهم أطيع هارون عليه السلام وأعلم سيدنا موسى عليه السلام بني إسرائيل أن الموعدة سوف تكون لمدة ثلاثين ليلة أمر الله عز وجل لموسى عليه السلام بالصيام لمدة ثلاثين يوما صياما متصل وطبيعي أن ريحة الفم تتغير فماذا فعل سيدنا موسى كره موسى عليه السلام أن يكلم ربه بهذه الرائحة فأخذ شيئا من نبات الأرض وتسوك به فقالت له الملائكة كنا نشم من فمك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأمره الله عز وجل أن يزيد عشرة أيام صياما فأتمها أربعين ليلة ثم كتب الله عز وجل لموسى عليه السلام من كل شيء موعظة وتفصيلة قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلة لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فلما عرض موسى عليه السلام هذه الألواح على بني إسرائيل وجدوا أن هناك تكاريف كبرت عليهم وشريعة ثقلت عليهم فماذا فعلوا؟ أبى بني إسرائيل أن يأخذوا التوراة من موسى عليه السلام ورفضوا الكبول بها فكان لابد من أمر جلل أمر عظيم أمر يشعرهم بقدرة الله عز وجل أمر الله عز وجل الملائكة الكرام بأن يرفعوا جبل التور فوق رؤوس بني إسرائيل ارتعد بني إسرائيل من شدة الخوف وتيقانوا من قدرة الله عز وجل وسجدوا لله خاضعين ذليلين خائفين وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بقبول ما جاءكم به موسى عليه السلام من التوراة فأبيتم ولم تقبلوا التوراة طواعية فأمرنا الملائكة برفع جبل التور فوق رؤوسكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بجد وعزم واسمعوا والمقصود هنا مش السماع الفطري اللي موجود عندنا بالغريزة ولكن هو سماع الطاع والإجابة سماع الاستجابة والإنصيع لأوامر الله عز وجل ولكنكم يا بني إسرائيل يا من تدعون الإيمان بما أنزل عليكم أعرضتم عن التوراة وقلتم لنبيكم الكريم موسى عليه السلام سمعنا قولك وعصينا أمرك وتقلغل حب العجل في قلوبكم بسبب كفركم واستقر في قلوبكم حب العجل كما يخالط الماء أعماق الجسد فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين فبئس هذا الإيمان الذي يأمركم بقتل أنبيائكم وبئس هذا الإيمان الذي يجعل عجلا مساوي لله ومعبودا لكم وبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر وقفرة العسيان فالإيمان الحقيقي يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر والحقيقة أنكم كاذبون متناقضون كافرون قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لم يكتفي بني إسرائيل بعبادة العجل من دون الله ولكن رفضوا الأخذ بالطورة إلا لما رفع الله جبل الطور فوق رؤوسهم فالله عز وجل لا يكهر أحدا على الإيمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والحقيقة أن الله عز وجل أراد الخير لبني إسرائيل كما تكره طفل صغير مريض على دواء المر ليشفيه كان التكليف من الله عز وجل في قدرة المكلف قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فتجد أنه كما هناك المقصر في التكليف والمؤدي للتكليف هناك أيضا المحسن في التكليف فالمحسن في التكليف هو من يزيد عن المطلوب فتجد أن المحسن يصلي الفرائد ويزيد النوافل يصوب رمضان ويزيد الاثنين والخميس ويوم عرفة وكما أن القلب محل للإيمان وكل خير فقد أشربوا بسبب كفرهم حب العجل في قلوبهم أخي الكريم فلنحضر من المعاصي والذنوب ونبادر للتوبة فالخوف الشديد من ميل القلب تجاه معصية ميلا شديدا صحيح أن باب التوبة مفتوح ولكن الاستهان بأي ذنب يفتح الباب لتغلل هذا الذنب في القلب فهناك من مات على شرب الخمر رغم أن الأطباء نصحوه بعدم شرب الخمر وأن هناك خطورة على حياته فانتهت حياته بسبب ذنب وكبيرة من الكبار فلا تكن مثل بني إسرائيل وتقول مش قادر مش عارف لا بادل للتوبة وأقلع عن الذنب وشتان بين فريقين من بادر وقال سمعنا وأطعنا ومن عاند وقال سمعنا وعصينا جزاكم الله خيرا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين